احنا يا دكتور وقتنا انتهى بس قبل ما نختم مع حضرتك كده شوية نصايح عامة لكل سيدات اللي بيشوفونا دلوقتي لو حبة اقدم على فكرة او عملية الحقن المجهري نصايح كده وارشادات حضرتك تقدمها هو لازم نقول نقطة ان الحقن المجهري مش نهاية العالم يعني اتعامل مرة فشل مش معنى كده ان هي خلاص الفرص قلت لا بتعامل مرة نمرة اتنين الحقن المجهري مش هو الحل السحري الوحيد لمشاكل تاخرينج يعني فيه حاجات كتيرها بتتعالج لكن هو احد وسائل علاج تاخرينج لكن مش كل الوسائل لو انا استخدمته فاسبابه السليمة حينجح لكن لو استخدمته يعني زي ما احد عندها مثلا عندها تكايص على المبيل عندها مشاكل فول بويضات الحقن المجهري بالنسبة لها مش هيكون اللي هو الحاجة اللي حتنجح لها او حتوصلها للحمل احنا لما بنروح نتعالج في اي مركز بنروح ان احنا عاوزين نجيب حمل مش عاوزين نعمل حقن المجهري فهي دي النقطة المهمة يمكن بمعاجة التكاييسات ممكن ما تحتاجش اصلا حقن المجهري ما تحتاجش خالص حقن المجهري ده احنا مش بنقلم من قيمة الحقن المجهري لأن الحقن المجهري اختراع رائع جدا وحللنا مشاكل كتير جدا لكن لو توضع في الوضع السليم بيزعوا ترجمة نانسي قنقر